نختم جولتنا مشاهدين في وكالة تنباه الإمارات وام حيث انطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري ماركاد 2017 وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتورة عليا الحسين المدير العام للمعرض والمؤتمر نصبح عليك بالخير بداية صباح الخير ونشكركم جزيل الشكر على استدافتكم لدى برنامجكم الموقع العافو دكتورة وهذا واجبنا الله يخليك أهمية هذا الحدث له أهمية كبيرة كونه هو الحدث الأول على مستوى الشرق الأوسط ويتفرد أيضا على المستوى العالمي بأنه يختص بالدراسات البحرية الأكاديمية ومراكز التدريب ومواكبة التقنيات والبرامج التدريبية الحديثة ويهتم بالعنصر البشري بالذات حيث أن المعرض البحري والمؤتمر أصبح جعلنا منه منصة دائمة لتواصل أصحاب القرار وتطوير الأفكار الاستراتيجية لنهوض القطاع الملاحي بكافة جوانبه البشرية والتقنية أجل تعزيز القطاع الملاحي العربي بالدرجة الأولى دكتورة ماذا عن المشاركين في المؤتمر والجهات الدولية أيضا والمحلية والعربية التي يمثلونها؟ يعني بشكل عام منهم حضور المؤتمر والمشاركين فيه تماما كان نجح المؤتمر حاليا في دورته الثالثة يجذب أكثر من 22 مؤسسة ملاحية دولية وأكاديمية حيث شاركت معنا جهات محلية ووطنية الهيئة الاتحادية المواصلات البحرية والبرية والبحرية موانئ أبو دبي موانئ دبي العالمية هيئة الإمارات للتصنيف لإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري موانئ السعودية بالإضافة لشركات تكنولوجيا مثل كونسورك وبعض الأكاديميات والمراكز التدريبية أستريليان كوليج أميكوف من أسرام عمان أكاديمي وعدت عدة شركات مهمة في القطاع البحري نعم دكتورة علمتم عن إطلاق جائزة الإمارات للإبتكار والإبداع في القطاع البحري عام 2015 برايتش دكتورة شو أهمية هذه الجائزة وكيف يتم التقدم لها؟ تمام حقيقة بعد نقاشات طويلة ومع جهات وطنية أعلننا عن هذه الجائزة تستحق دولة الإمارات هذه الجائزة وبإسمها كون دولة الإمارات أصبحت من الدول المتقدمة في القطاع البحري ولها الحق أن تكون لها جائزة بإسم دولة الإمارات حقيقة نحن هذه الجائزة دولة الإمارات متوجهة دائما إلى الإبتكار والإبداع بكافة المجالات ويحق للقطاع البحري أن يكون له جائزة في هذا المجال سوف نعلن أعلننا حاليا عن هذه الجائزة وسيكون لها عدة تصنيفات على جميع المستويات في القطاع البحري وسيكون هناك لجنة تحكيم دولية محايدة لتشجيع كافة القطاعات البحرية على الإبداع والإبتكار ولتنال هذه الجائزة دكتورة ماذا عن البنية التحتية والاستثمارية أيضا التي تمتلكها الإمارات حتى تكون مركزا دوليا للملاحة والاقتصاد البحري تماما حقيقا تبقى لك دولة الإمارات بنية تحتية قوية هي دولة تطل على بحرين بحر العرب المقابل أهم طرق الملاحة البحرية وخليج العرب خزان الطاقة العالمي كما أن الدولة تقدم مجموعة من أفضل موانئ المنطقة إن كان على سعيد الحجم أو عمق المرسى ولديها أحوات جاسة متطورة سجلت إنجازات غير مسبوقة في تصنيع السفن والمنصات البحرية المتطورة التي تصدر إلى أقصى أرجاء المعمورة وليس أقل من قطاع الموانئ والتصنيع لدينا كما قطاع اليقوط والقوارب ونفخر أن العلامات التجارية الوطنية أصبحت تنافس على مستوى عالمي ويسجل بعضها حضورا متميزا في أهم الفعاليات والمعارض الدولية في الإمارات نحسن نقول أن الإمارات هي مركز حيويا لرجال الأعمال والمتخصصين في قطاع الملاحة نحن في الختام نشكرتش الدكتور علي الحسين المدير العام للمعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري كنت ويانا عبر الهاتف من دبي شكرا جزيلا لكم ونتمنى لكم أكيد التوفيق والنجاح شكرا لكم جزيلا على مواكبتكم لهذا الحدث شكرا لك